موسيقى صباح النور صباح الفرح صباح السعادة صباح الغال إضربات تأجيلها ولكن صباح النقل اللي يصير بحالة طبيعية الحمد لله المواطنين اليوم ما فمشت مرميد ما فمحت شي هذي السبعة والسبعة حلقة الاربعة خمسة وعشرين جانبي الفين وثلاثة وعشرين يبدو أنه النقل العمومي يخدم على روحه لكن النقل الخاص ما يخدمش بالقداع والدليل الجماعة مازالوا مجاوش غفران صباح الخير صباح النور صباح الفل أشرقة الأنوار نجيب يتمشى يتمشى في الكلوار نجيب فمتمزل بكري يا نجيب صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير لا معتشو وقت معتشو وقت لا نتمشى ياهود يرانا بدينا ناخد مو بدينا نواحد يعني أخي مش تحث على العمل الوطني صادق والإنتاج وكذا كان عمله حد آخر راكت تهمت وأنه مناوئ وأنه يحط في العصاف العجلة والاقتصاد الوطني حاشته بالعمل وحاشته بالجدية وانتي اللي يشوفك تتمشى من وراء البالله توا مراد صغيدي من تحسين الحاسل مناوئ زياد الهاني مناوئ عادي ما يجيو جما أنت اللي تعطي المثل للعمل والجدية وخلق الثروة جاي هكا يديك في تجيبك أصباح الخير المستمعين لكل ما نسمحكش أصباح الخير أصباح الخير الناس البهين أصباح الخير الوطني الصادقين أصباح الخير يا سمحين يا ربي اللي أعمل عليك والشدة فيك أمانا عبر على تضعام إن سنت اللي لي فم إمكانية ما تكونش موجودة ليلي إذاك عليها تعملش برش الله أعلم الله أعلم مراد صغيدي اللي يتمنى إضراب النقل البرح ويبدو أنه طبعه في الدار برشة شارات ويبدو يخرج البونكارت ما مستنس هو في كل لما به هو اللي يخدم البونكارت بتاع الحكاية هذيك رساتلو والله غالب اليوم ما فهماش إضراب مراد ما أخي تحية لا لا شف تلموت صباح الفل اللي يسمعوا فينا الكل تلموت خلتوا بعضكم معناها تلموت سمخوني في كلمة هزوا تنفذوا اللي يقول لكلامكم بعد عنده حتى معنا كما قال صديقنا خالد حسن حيوه يا سي نجيب كفانا 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 يزينا من هالحكاية هذو كل نهار وانا نخلص يريد يا سي نجيب كنجيت كل نهار وانا نخلص تهو الصور دي بش تعمل بها مورا اللهي ما نعرف برهين مزيد برهين مزيد ما كملت صبحت نرا خصيت علي لخاطر كنت لأنا أول واحدة جيت أم حسيب أكثر واحدة يا أخو وقت بش نتكلم حبيت نوريك إنه شوف الشباب ديما في كل حصة تقريبا أنا نبدأ موجودة أول واحدة شدخلك في الشباب ديما تلومه في الشباب ونس بكري وفخار بكري كما مراد وكما نجيب ولكل هاموس لهم ماخر ومع هذية الشباب بيتها نخدم البارح في الليل مراوحها ماخر ورب يعلم بيا ومع هذية قمت وجيت نخدمه ونحلل في فلوسي ونحلل في خبز لا حوله ولا قوة يلا خلنهز ودينا للدعاء على الأقل ربي بركننا ونربي إن شاء الله يجي بنا كل الأخبار الباهية والجيدة ونقول يا الله نعوذ بك من الليالي المحيشات والأيام العسيرات ومن الصخط على قضائك وتدبيرك إذا قضيت ومن القنوط من رحمتك وحلمك إذا ما سدت الأرض وضاقت بما رحبت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم تحيي به ما قد مات غيثا نافعا وترد به ما قد فات وتنعش به الضعيف من عبادك وتحيي به الميت من بلادك اللهم إن كنت أنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أمدد فقراءك بأموال وبنين واجعل لهم جناتا واجعل لهم أنهارا اللهم أمين يا رب العالمين سبعة وسبعة عشرين دقيقة هذه إيميسيو أمبوسيبل حلقة الجمعة خمسة وعشرين جانفي الفين وثلاثة وعشرين الجمعة اللي كان مقرر فيها إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا البارح بداية من تقريبا الوقت متأخر من الليل الساعتين متاع الصباح تقريبا انتهت الجلسة أنه قبل عامل جمع العامل النقل تهبط على مقاحة في صفحة التواصل الاجتماعي أنه تم تأجيل هذا الإضراب يعني ما فيش إضراب خمسة وعشرين وستة وعشرين وتم تأجيله تقريبا إلى موعد آخر خمستاش وستاش مارس المقبل تحدث البلاغ عن وجود اتفاقات لكن نتحدث أيضا عن عدم يعني التواصل الاتفاق الشامل ما زلنا نفاوضه في بعض النقاط لكن هناك تقدم إيجابي في المفاوضات لماذا إقرار الإضراب لماذا تأجيل الإضراب هل هو إلغاء هل هو إجراء الرابح والخاسر من معركة لي الزراع هذية اللي كانت إعلانات نواية هل يكون نجيب مثلا ونتوجه لك أنت بالسؤال دليل على أنه الاتحاد ما هوش عامل إضراب سياسي كما أنت كنت تتوقع وكما نظرت طيلة أسبوعين واختار توقيت 16 جانفي ودلالات وهذا إضراب سياسي ليه؟ أعلنا عمل برقية تهديد بالإضراب بش يتحصل على المفاوضات يتحصل على المكاسب وقتل يتحصل على المكاسب ما يميش إضراب إذن الاتحاد ما يحبش الإضراب من أجل إضراب ولا يحب الإضراب من أجل أنه يضغط كورقة ضغط سياسية ما تعليقك؟ شايباهي برهين اللي تم تجي الإضراب طبال ما تفضل يا شايباهي الحمد لله للإعادة شايباهي تبنتجي الاضراب نهار وعجلوه نهار خمسة وستاش. اي. لكن انا منزلت لحد اللي ان نقول لي هو الاضراب سياسي. كيف? لانه التاريخ بتاعه تاريخ سياسي. اه. والاتحاد وقيدة الاتحاد اه كيشفوا اه عدم قبول الشارع بالاضراب. واحتجات بارتو مع انت في شبكة التواصل الاجتماعي وفي عديد الاراة حتى اصدقاء الاتحاد. والبرح بعض المحلين في قنوات او فضاعات. هما كانوا يدعفوا على موقف الاتحاد والاتحاد يقولك اضراب سياسي. كيما مراد طيب. كيما مراد وكيما المولدي يقصوما البرح في التاسع وكيما برش يقولك اضراب سياسي. اه. والدات بتاعه سياسية وكذي. اه الاتحاد فهم اه المساج بتاع الشارع. وقرر تأجيل الاضراب. يعني حتى تأجيل سياسي. بالطبيعة تأجيل سياسي. يعني ما صورش اه فما ما كاسب اه ما تصورش انو حصلوا على حاجة. رامو الغوه مش اجلوه. اه. لانو التأجيل. مع انت ماذا بها تأجيل ما زلنا نحكيه. لانو كان وصلوا الاتفاق نهائي راود تلغى الاضراب. معنا الكلام اللي قالوا سينور الدين طبوبي ان عم ان عملوا الاضرابات على خاطر مكرهون اخاك لبطل. اجل الاضرابات لانو مكرهون اخاك لبطل. اجل اه. اكثر برشرة. يعني من اكثر من ثمانية ساعات. ايه. اربعة عشر ساعة. ايه. وتقول لي هكا الجامعة. اي مكاسب. اين الاتفاق? تأجيل? مش الغاة معنا. كفم اتفاق راو? تم الالغاة مش تأجيل. قالك تقدمنا في بعض النقاط عمضينا. والمحضر الاتفاق تم نامضاوه. لكن ما زلت فما نقاط اخرى حالق. نتمنى واللي اه الاتحاد معاتش يستعمل. من مش كونهم اللي يقوموا الصباح يمشيوا في النقلة العمومي. ما ما كان زوالية والمواطنين البسطاء. وكان تتذكروا في الوقفة الاحتجاجية. والناس اللي يخموا في الكيران ويسوقوا الكيران ويسوقوا سين نقلة ذوكم غنيين برشا. تتذكر وفي الوقفة الاحتجاجية. اللولة فما مرأة مسيكنا اطردها عارفة من الخدمة لان ما مجدش في وقتها. نايبا. مع انت اما. اه نتمنى الاتحاد يكون ملتصق للشعب هاذك الشعب القليل الزوالي. خير من اياه عملوا دروع بشارية بشي يفوض بيه. ليه مطالب سياسية ماش مطالب نقابي. اه. لانو شنية مطالب. لانو هالريت المهموتة. ناي. عاطيني شنية مطالب لجامعة النقل. تجديد الاسطولة. في اضراب هذية. هش هي مطالب. عملية. واحدين ثلاثة اربعة خمس ستة. كل شي في المهموت. وزاد اللوم على الدولة. نزاد اللوم على الدولة. اللي هذية في من هالتهديدات وتمشي معها وكذي. تخلي توصل لللمباس خل نفهمه السياح. تيمال النقعة تنفضوا معهم ثمانية سوية وبعد الغى الاضراب لا اجل الاضراب خمس ستاش خمس ستاش ستاش تزيد الخمو. الى غير ذلك. خلنفهموها هذية. الان الاتحاد هذية. مع الشعب ولا ضد الشعب. اليوم العام يكونوا في ازمة. تشبهها بريتانيا وما ادرك ما بريتانيا الديموقراطية عريق. وسخرة العباد بشي سوقو المترويت والتراينات. تشنية البرح فما نس البرح ما سفرتش. طيارة نص ليل البرح خدمة معانتا للبارح في نص الليل ما هو ما قلوا اضرب نص الليل اهلغوه مصعتين. من نص الليل مصعتين المواطنين هذوك. فمش برشة طيارة فمش برشة طيارة. فمش برشة طيارة. حتى حتى ربوع طيارة. ريت ربوع طيارة. ما وربوع مواطن. هذاكش عنا فيها. نحسبها مش مش بشر. وروس غلم هذوك. هلية تجني هيدا على الاتحاد يا نجيب. يعني العالم الكل. فممطالة اجتماعية. العالم الكل سخر. حق الاضراب وحقنا حق الدولة. واجب الدولة. واجب الدولة. نحنا نخلصوا في قيس سعيد وبدن والوزراء وكذا. باش يوفروا لنا الصحة العمومية والنقل العموم. هي نجيب. نرجع لك نجيب. غفران موراد. منطلط راح عنده الحق. فما النسبة عقيم في اضراب. تأجيل. خمسة وعشرين. ستة وعشرين. ثمانية وستين فيفري. اربعة واربعين. لكن عمق المسألة. لا تقاها لا في بلاغات الاتحاد. لا تقاها في بلاغات وزارة النقل. على شنو الساعة. طيو مثلا يقول مطالبه. والاضراب برا وبحراء والجو. انا متشوق مش نعرف المطالب في الجو وشنية. ساعة في الجو مثلا خليك بالبق طيو برا نشبعنا بها. شاركة النقل والمنحة. التحسين في الأجور. التحسين في الأسطول. انا متشوق مثلا جو. نحب نعرف حتى بحراء. ماذا بيا نعرفها شنين مطالب بحراء. شنين المطالب جون جون متعلق تونيسير والناقلة والجو هذيك. شنو زيادة في الأجور مش زيادة في الأجور. هذي من ناحية المطالب. ومتشوق ايضا مش نعرف الاتفاق. خي الاتفاق هذي ايش ليا. خي بلكشي وزير الشهور الاجتماعية منجيب وهو بشياتي ولا وزير المالية بنجيب وبشياتي. ما هو بشياتي من فلوس التوينسة اللي هو المال العام. يعني هل 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 حالة الغموض اللي يقول لك عليها النجيب في طار تهجموا على الاتحاد في امتيقة العربية. يعني. 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 متهجم على البيروقراتية النقابية. هل يؤكد هل يؤكد ذلك مراد. آآ أنه حتى التأجيل هو تأجيل سياسي خاصة ننتي جيتنا على الصباح في اجتماع هيئة التحرير قبل ما نحكم لهنا بداية من الساعة الساعة سأل ربع صباحا. قلت نرى والاتحاد يحذر في اطلاق المبادرة السياسية نهار الجمعة. وبش يلم برشة خبارة وبش يعمل حكومة ظل جملة هكذا قلت لنا والعهد على الكلامك انتي. لا يندرى يكون هذا تهيئة بش يمشي للمبادرة السياسية في حالة من الهدوء وفك علي يا توا هاني هدت بالاضراب خلوخر التالي. خلي ساعة ببعضها. خلي نحط وساعة بعض الامور في اتارها. اولا نرى الاتفاق ليوصلولو. والبيانات هبتت ما ثلاثة ونوصلة ربعة متاع الصباح. معني. حتى بالوقت. ما يزالش نصبر بسلاحف وشهو الاتفاق. نعملوا شوية تليفونات. اه نتصور معنا. انا نحن عارسين اننا نتصلوا بالكتب عام للجامعة النقل. سمعتوا في لذاء الوطنية اليوم السباح. اي. قعد في عمومية. لكن اصل قضية نجم. حتى نجيب يعاونها مع وزير شون اجتماعية وهو القريب لي. لا لا حتى نجيب اليوم يعني يطلق في النار على الاتحاد الشغل وعلى الحكومة. لقال لك ما حقاش وافقت وحقاش. مفاوضتهم شو خليهم يعملوا الاضراب. موقفهاش يميني من نجيب. ثانيا نجيب قال اضراب سياسي ويحبي يطايح بالحكومة. حبيت نذكر انه اكبر اضراب سياسي صار وشوية بركة لطايح بالحكومة صار بالضبط. وكان اضراب عام مش اضراب قطاعي. بالضبط ثلاثة سنة لتالي. تسعتاش جنوبي الفين وتسعتاش. وكانت حكومة يوسف شهد. معنى بشنا نبك السردية متاع الاتحاد شارك في الحكم وشارك في الحكم ومشارك في الحكم. ويعرف شنية الحكومات ولا يملي هاتي الحكومة. عمل اضراب بالنهارين. ان ان دو ميل ديس نوف. وقف البلاد. هيدا هو هيدا هي الديناميكية الاجتماعية لازم نقبلوها. كل ديمقراطية المتقدمة فيها اضراب بيت قطاعية واضرابات جامعة. هيدا برس انك خرار حكومة. دابور دابور مانيش متأكد اني سخرت. هذي حاجة. ثنيان بريطانيا تعيش ازمة اقتصادية كبيرة يسر 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 غير مسبوقة غير مسبوقة غير مسبوقة. لا 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 مش كيف. ثنيان انا 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 نحاول نكون منسجم عروحي. انا قبل ايامات قلت انه هيدا الاثراب مشبوه. اهه. ونعاود نقولها. انه الاتحاد مهوش من مصلحته. انه في الملف هذي. مشبوه كلمة كبيرة مراد. ها بشوية عاد نقول. بشوية عاد خليني كبير. كلمة كبيرة انه راهو المطال انت قلت قبيليك. وانا نمشي معاك. المطالب متع قطاع النقل اليوم. اللي تنجم تأدي الاثراب. خطر فما اشكالة عادية ده من نذال. اللي تنجم تأدي الاثراب. ايه اليوم من ناس هيدا. ما هيشي واضح. واضح. مسألة تجديد الاسطول يدخل فيه مشروع. وانا قلتها ونعاود نقولها من مصلحة الاتحاد. صورته في المجتمع والرأي العام. انه يوضح شنو هو مشروعه لتجديد النقل ميدان النقل في تونس. ونعرف ليه المشروع موجود. للتحديث. ليه هاتك شي فكرة تجربش يتحذر الفزر المطالب وقت ليه جلسوا وتفاوضوا وتفاوضات 13 ساعة 14 ساعة. شو كانت بالاساس. نعرف المساريك نقل تونس مثلا في الشهرين اللي قيرين. عنا دي بروليم دي تريزوري. بتاعش معنا تريزوري. شهري ما تميش. الشهري. الشهري جيت ليه خيام ماخر. الضراب اللي حكينا عليه وقلنا ضده. جيتهم شهري بتسع عيام روتار. انا قلت وانو تسع عيام روتار ما تستوجبش اضراب كيما اللي صار. لكن زيدا نجمنا فهموا انو شهار يخلص في الف دينار ولا في الف ومئة دينار. كيت نحيله وانتي تجيب له تسع من قرض من الغادي وقرض من الغادي ومدام كذي والمور. دنك دنك انو الاضراب سياسي وانو الاتحاد عندو دور سياسي سباح الخير سي نجيب. الخير عليه تحبو تنحيو على الاتحاد الدور السياسي موجود كقوة سياسية ونعود نقوله هو القوة سياسية اليوم الوحيدة التي تقلق هذا النظام الذي يرسل بالقضاء وبالقضاء العسكري لمحقي معارضين يرحم والدين والدي الاتحاد يعمل في السياسة ما هو يربح ويخسر ما ينغرش ما هو يربح ويخسر اعطي الاتحاد عليش دخل في الربح لا بالعكس المرة هذي يخرج اعتد دليل يشتبق معليه على خطره ذكية اعتسوا ذكيوين مبتز دولة ضعيفة الاتحاد مبتز دولة ضعيفة خليك من منطق الخير والشر والحق والباطل اذا براجماتيا الاتحاد يعرفين مش قلتوا انه دولة ضعيفة الطبيعة تقبل فراغ والسياسة تقبل فراغ الدولة تحطت مساحات متاع فراغ الاتحاد من حقه انويم لها فاشلو معي حاجة علي اخبالكش اتحاد مزنبيك اتحاد تونس اجي في المكاسب للشغيلة في التضخم المالي او تقعد تقعد هكا تضخم مالي ومشاري ذا الضائلة هذية وبالظروف العمل انا نفوضش على الشهيري الضعيفة انا على السميق لحد شي انا ماريتوش لا بل المطالب ببتاعه انا نقول المطالب ببتاعه انا نقول المطالب ببتاعه ايه تمثيلي في الدولة انا نقول المطالب ببتاعه اصدقاء المطالب التنفيذي في الحكم والمديري العامي هكا جامعة النقل توا فاوضه 14 ساعة ايش بيش تعتينه اش تعتينه جامعة النقل قلت فم اضراب جامعة الصحة البارح اقررت الاضراب جامعة التعليم قلت العديد منش حاطي ما هو التعليم والصحة والنقل قال لك دوي وهي حط البلوكاج غادي تهاول بها الصحة وجامعة الصحة فرحانين بزيادات الاعتام الرئيس بعد الكورونا للممرضين والطبة اللي ضحاو والاتحاد فرحان انه الرئيس لثلاث سنين قال حوار لاوطني على الحوار لتونس خذيت بيه جئيس نوبل هذا الكل يخلص فيه الرئيس يخلص في الفاتورة جيس نوبل خذيت والعالم استعرف بيه استسمحولي العالم جيس نوبل مش عالم رفق نلسون منديلة وحنا ربحناه والرئيس يخلص في الفاتورة مراد الاخبار محامد علي الفرشيشي تواب رحض المحطات النقل مش يعطينا حركة المرور وحركة النقل والمواطنين في الوضع اللي الحمد الله هو وضع عادية مزيد يأكدنا محمد علي الفرشيشي شنوه الوضع في محطات النقل لكن جوست بعد الاخبار هذه اميسيو انبوسيبل تسموه فيها حلقة الاربعة خمسة وعشرين جانبي الفين وثلاثة وعشرين الحيز الاكبر للنقاش الاتحاد الاضرابات الوضع الاجتماعي تأجيل اضراب النقل خمستاش ستاش مارس المقبل كنتون نسموه وننقرأه في بلاغ جماعة النقل تتحدث على اتفاق تاريخي ولكن رغم ذلك فما اضراب لوكانز الوسيز علش تاريخي علش رغم انه تاريخي فيه مزال التقاط خلافية نجيب يقول الاتحاد يعمل فيه تأجيل سياسي بطبيعته فهم دي ما ينجم مشي في الاضراب خطر يعفو اضراب لا شعبي مراد يقول لا من حق الاتحاد يناور من حقه يلعب دور سياسي صباح الخير هذا هو دور الاتحاد من جهة يجيب مكاسب للشغيلة ومن جهة يلعب دوره في المربع السياسي اللي هو يحده وموش اي حد اخر عنده الشرعية وعنده الحق انه يحده للاتحاد العام التونسي للشغل خنشوف دالي قبل ما نواصل نسمع اراء متاع غفران متاع اريجي ده كان عندها رأي بخصوص الاضراب بخصوص الاتحاد بخصوص الوضع الاجتماعي ناخو محمد علي الفرشيشي صباحا قبل ما يمشي للسوق اصر هو كان منبرمج بشي غطي اجواء الاضراب لكن الحمدلله بشي غطينا اجواء الحركة الطبيعية متاع النقل دالي صباح النور بح الورد ونسائم البرد يا ترهان اللي اللي مكنت سسمع في البريفيزيون بيتيو وانه بيش ترجع احنا في محطة ديرسيدي على السلام اللي هي محطة مناها فيها كيمة ترابط وكيمة تشوف الحركة عادية لانه تشوف المحطة تارغة وهزايا مناها وقت اللي يوصل ثوث الحكمة ولا ثوث العقل هو اللي يكون غالب ترجع الامور بالنسابة الحمدلله هزايا اللي ثاير الهناء واحنا كنا نشوفه بالمتروات قاعدة تدخل وتخرج الهناء والعبات قاعدة تفضل على ارواحها وقاعدة تمشي لخدمتها هذا اللي نحبوه في تونس وانه يكون صوت العقل هو الصوت اللي يكون الاعلى دونك انت دليل انت اول مرة تقول خلنهبت ونحب نغطي حدث واضراب وكذا المعلومات والتحقيق الاداري الداخلي اللي عملناه في يا فام قالولي اللي انت كنت متأثر بزوز بالناس وانا نحب موراد قال لك اهبت موراد اهبت بش تغطينا نجاح الاضراب وتورينا وكيفين الناس كل ملتفحة حول الاتحاد وهذا كنت انت يمبرمجه او نجيب نجيب مهبتك بش تنقل صخط المواطنين على الاتحاد وصخط المواطنين وصخط الشعب على ايقاف حركة النقل لكن الحبد الله يعطيني صحيح اعطيني الصحيح يا والدي بكل مانا اه بحب عليه نجيب ينجم يا ابو تهوة ويخدم على روحه ويخدم على روحه ويخدم على روحه كما نجيب اللي اه في كل الانواع يعني اه حتى الناس اللي تأمن في في حضور المواطنين في المحطة زادة موجودين وموجودين اه بربي يا دلي فرصة انتي موجود في المحطة غديك خلينا من الضراب على جنب انتي على خط الميترو رقم قديش غديك انا ما بيني الميترو نمره اربعة ونمره خمسة ونمره ثلاثة اه لا هو نمره ثلاثة معاد بربي 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 يا دلي النسق متاع جيان الميترو ومرة في القديش خط الرد بالك راهو بالجو بتاع الخدمة والعمل الميترو ليجيك مرة نص ساعة بمثابة اضراب راهو وقارنة بالدول المتقدمة وانه سمى ثواثر عاجل بتاع الميترو في الوقت قديش مرة في القديش خارق العادة ربيع حاجة باية خلي الناس يتخزم على رواحها وبلاي كل يحبوا ينبروا خليوا الدنيا تمشي بقى واضح برسالتك وصلت المرات الزغيدي واضح واضح دلي انا حب نحبت معاك على الميدان في الحلقة الخاصة بالدروع بالدروع والصحل لانه مسلة سنتيجية نحكيه اليوم على التركاث اللي كانت تتباع بلتين كانت تعتاب ليش تتباع بلتين اليوم قادة تتباع للمواطن بلتين وخمسمية يزي متنبير يا دليل يزي متنبير اليوم ولو يشري فيها بلتين وخمسمية للتنجر لتواصل وبعد شوية يا قرهان يعطيك صحة محمد عين فرشيشي كنت معانا مباشرة من امام محطة متروب بسيدي عبد السلام مرسي بكو غفرة كنت تسمع في النقاش الحمد لله تشوف اليوم الصورة من الشارع وضع عادي ووضع طبيعي كي ما يقول دليل فرشيشي انتصر صوت العقل والحكمة وانا فما خلفيات مراد يحكي على خلفيات ونجيب يحكي على خلفيات كي ما قال دليل صوت الحكمة وسياسة احيان اليوم قتلني غدو على خاطر الاضراب ما تلغاش الاضراب تأجر وإلا الاتحاد اليوم خايف فعلا من الغضب الأشعبي على خاطر توسنبلومن غساما ولينا مع الاتحاد قاعدين نعيش في نوع متاع فما برشا غموظ يعني اليوم يقول الوضع كله كله غموظ ولكن الاتحاد رو مش كما أم خانسيب أقربنا رو من الحكومة باعتباره منظمة شغيلة ومنظمة نقبية والكل أم خانسيب هو يخرج ويقولنا الأوضاع وش فاما وش ما فاماش انك ناس ما يقولك فما اليوم نقاط قدمنا فيها وما زال فما نقاط خلافية ان اليوم ما ما نعرفوش نحن شنوه النقاط اللي قدمنا فيها وشنوه هالنقاط الخلافية شنوه سار بالضبط عليش تتقرر فما إذراب وعليش روه تقرر باشي تقرر تويفقوا العبيد اللي كانت تتفاوته وليخ دين خطر ركده مخد تويفقوا يوضحونه ايه نحنا مفهمت شنوه عليش دي ما كل شاي مخرا عقبة اليالي انه مفهمتش عليش الرئيس الجمهورية يخرج في حكي معانا نص الليل ومضي ساعة تعليل هاتش شلسة مفاوضات الاتحاد في الليل انا انا نمشي مع كلام نجيب في من مرات القليلة مثالش نجيب يعني اللي برح راو فما سيسويخ فما طيارة راهي ما طلعت وشو فما مصالح انت عمواطني متعطلت هل هيدا هو العمل النقابي هل هيدا هو دور الاتحاد اليوم بشي عطل مصالح التوينسا هاو الاتحاد انتصرها صوت الحكمة كما قال دالي وتم الغاء او تأجيل الاضراب صوت الحكمة والله يسمعني ما ما نحبش نمشي فيه هنا الطريقة هذية ولكن مثلا كان فما مطلب من المطالب تجديدة الاسطول انتو ما عليش تحبوا تأجيلة تجدوه الاسطول على خطر التوينسا يهاكم ضريتوا بمصالحهم انتو ما كما تمشيوش تخدموا وكيتوقفوا وكيتعطلوا للحركة متع النقل وغيره خن نعمل بربي حزر فزر اللي هي محاولة تنبؤ في ظل تواجيل المعطيات الاتصالية واضحة ان ان شاء الله وهذا اللي نتمنوه كيقول فما اتفاق تاريخي سي مورات وسي نجيب ولا غفرات اه نيسي سير ما فما زيادات زيادات ما تاريخي فاش نوع تاريخي فيه سايي اللي شاركة النقل قالت لهم اوكي هاني شريت خمسين كارة اخرى صعب يعني فما زيادات في حاجات ما فما فلوس بعناوين مختلفة في مينح في حاجة في كده الحكومة التي تدافع عنها انتي سي نجيب تزيري يعني مزال عندها الاريحية ومزال عندها المرج انها تمشي في زيادات وهي اليوم مخصورة بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي احدى اهم شروطها لا زيادات في القطاع العام لفلوس اكثر في قصة الاجور وتكلفة القطاع العام بشكل يمثل خط احمر ما الذي تفعلها حكومة السيدة نجلة المفقرة وقاعدين ماشين فيه والدعم مش المستحقية والامور بها نأكد لك نأكد لك لانه تعرف كان حلنا بيبة ذاك ابو رهيد كان حلنا بيبة لفرنكات القطاع تكل بشتجرف لانه ما تنجمش تزيد ما تنجمش تزيد للنقل وتخلي الصحة والتعليم والبوستة وكاذا والمالية ما تنجمش ما تنجمش بحسب الاتفاق التاريخي هيا تنحظر ونفظر هذا الاضراب اضراب سياسي التأجيل تأجيل جبني بتاع جبن وفهمني وتأجيل سياسي ايضا لانه الامور تو مزلت في تقدير الاتحاد ما نضجدش بش يقولوا ديجاج القيس صعيد هاو ما الحوصل على الاخ هاو الحوصل مراد مراد ورجع لي القصة الاتفاق التاريخي نحاولو نتنبقه شوية اه يعني التاريخ يش تقصد الجامعة الجامعة تعم في تاريخي مو مو ديما فهم المطالب المدية رغم ديما المطالب النقابي يقول لك لاخر حاجة اللي حكاية لكن هذي كالسياس انفان فاش في تحسين ظروف الخدمة والعمل شوف اللغويات اي متاع الجامعات النقبية في تونس راهل كلها مبنية للملحمية اه ساعات ياخذوا زيادة بصفر فاصل خمسة في المائة يوالي هذا ثمرة النظال وطفحية وطفحية الجسام وكل هذا اتفاق تاريخي عليش قال اتفاق تاريخي عليش قال بش يبرر التأجيل هذا كله كلام ما اللي تشاطر نجيب هذا كله كلام يولدي داخل فينا وكان مضطر ان يأجله يولدي كيما وقت حكومة تتحصل احيانا بعض مفاوضات على التأجيل كان جيت عنا حكومة احنا المشكلة من الحكومة الوزراء والمسؤولين الكبار في الحكومة ممش بعاد على المعارضين في في الليسي بش نكونوا واضحين ما نعرفش ترجع لي سيد معد البلاغ بتاع وزارة النقل تحديدا سكيل بغي الوفد المفاوض كان وزير النقل وسيد وزير الشرور الاجتماعية ومجموعة من مديرين العامين للمنشآت العمومية في قطاع النقل ياخني المالية ما كانتش موجودة او من يمثلها تراهزيدو اقام بقان وزارته باشراف وزير النقل سيد ربيع المجيدي والاجتماعية سيد مالك الزاي الذي نابه بعد افتاح الجلسة رئيس ديوانه سيد رفيق بن براهيم وبحضور عدد من رؤساء مديرين العامين المواسات وكذا يعني انتي تعرف اتفاقات في قطاعات استراتيجية نجم تكون حاضر نجم تكون حاضر التليفون خدام يبدأ موجود وسائل اتصال عصرية نجم يكون حاضر مسؤول سامي في وزارة المالية كان نجم يقول وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة المالية نجم يكون موجود انا هنا باش لمشي في السبعة وخمسين دقيقة اي نعم السبعة دي انا فازة دي فتنشيط خويرة مش قولو خاطر تقدرت ولكن لي دي ما نخدمها والدليل ها واللونتين موجود ونقول السبعة وخمسين دقيقة هذي اميسيو انبوسيب الحلقة لربع خمسة وعشرين جاب يالف وثلاثة وعشرين مزلنا انك شوف الاتحاد الاكتوريتي حلوة تقريبا وتلخص يا نجيب وانطرات رشاية انتي ما تحبوش فما حال تستقطاب اليوم اخذر حتى احنا من خلال الاخبار العفوية اللي جي يا الرئيس يا الاتحاد ها مش هكا مراد هذي يزوز قوة الرئيسية اللي موجودة لحكاية الاستقطاب هذي والاتحاد قاعد يخدم عليها والايمات المقبلة قد تصير نقلة نوعية مراد عتينا المعلومات اللي عندك حول اجتمع نهار الجمعة المنتظر لانتلاق المبادرة اعطا فيها تصريح سيد نورتين تبو بيتون حاول نسمع لكن في الكواليس بشي استدعوا برشا شخصيات وطنية في الاتحاد الجهوي على ارضه في باجا واكد ما كان دور في الكواليس وانه هار الجمعة باش تبدأ خلينا نقولوا مرحلة جديدة في تكوين ما يمكن ان يشبهها مبادرة وطنية معنى جلسة حوار باش تبدأ جلسة حوار مع شخصيات من مستوراقي شخصيات غير مسياسة لا تنتمي لما يمكن ان يمثل حاجة بعد ناس ولا تكره الناس في السياسة بما معناه جابة الخلاص وما حامى حولها واللي يتمثل اليوم متنفس كذلك لي تقريبا لإيجاد بديل أولا لهذه الحكومة حكومة كما نجمه قوله تكنو قرات قرات وما نجحدش والحكومة هذية لي كذلك معناها اليوم ما نفهموش شكون يقرر كان مزلت في البلاتو ده يبش لط جلط لا لا لطف علي والله يبش لطف علي والسعبال 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 انتي ما خليتيش كمل فكرة الحجة بالحجة والبرهين بسيسة يا بورهير ويا موراد عيب عليك لو قسيته علينا خلي خلي واصلك طبو مش لمحظبة ما هومش يدخجاب لا لا نخب شخصيات وطنية شخصيات وطنية ونخب سميلي زوس ما نحبش سميلك تاوه ما نحبش أحركاتها مريد هذي هيش كولهم شخصيات وطنية محسن حسن مثلاً محسن حسن محسن حسن حاتم بن سالم في جلسات لا حاتم بن سالم أظهر ليش خبير حاتم بن سالم حاتم بن سالم عنده نواية سياسية مستضافوا برهين برهين انا مكملش الفكرة ما ما يسيلش انا يزمني الواحد نلتقد في كلام وقال حاتم بن سالم عنده نواية سياسية الانتحاد بش لم خبراء ولم شخصيات وطنية بيلا نواية سياسية شخصيات لخدمت قبل الانتحاد حاجته بشخصية على رأس حكومة جديدة تكنوكرات النظري والطموح الطباوي انو هاو يا سيد الرئيس هاو مخرجات حوار وطني مرشحين فولان بش يعمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هذي وفولان بش يكون بالخبراء اللي يناقشوا مع البرنامج هذا في الحوار الوطني اعتقد هذي الحكاية ما نتصورش حكاية أخرى ياسي برهين وقت دور في الشارع اليوم دور في الشارع تمشي تشري في الاسكالوب متاعك ولا تمشي تشري في البيتنجيل ولا تمشي الاستيق يقولوا لك الناس رأوا فما بعض حنين متاع العباد الوقت بن علي انا نتفاجأ به يقولك اخوة جيبوا لنا ناس تعرف تساير ما يهمنياش في سياستكم خليلنا قيس عيد خطره ذاك نظيف اما البقية جيبوا لنا ناس تعرف تساير اليوم فما اشكير قلنا ناس تعرف تساير ايش بها نجلة بودن فما نقاش حول نجلة بودن تعرف تساير نجلة بودن في اي بلاد اخرى بعد خروجها في دافوس تراوح يجي رئيس الجمهورية قلنا بارك الله فيك مدام نجلة بودن فلاقل فلاقل خل نسمعه خلي وصل خلي وصل خروج مخجل مخجل في الندوة الصحفية اللي عملتها مفهمتش السؤال اصلا لانو مدام نجلة بودن لانو ما تعرفش تجيوب لانو مش مسموح لها مش مسموح لها مهمش تكنقرات مهمش تكنقرات مهمش تكنقرات شخصية وطني شخصية وطني كيفش عايشين في باريس عطي نيرش حكومة تو في تولس رئيس حكومة بارك رئيس حكومة بارك وانت ولد فرنس انت ولد فرنس انت تعرف فرنس تعرف فرنس كنتيش النهار يتكلف في فرنس وش مدخل اذا في اذا باش يعيشوا هالوزراء اللي كانوا يا ولدي عايشين كلهم في تونس حتى واحد منهم يوسف الشاهدوين يوسف الشاهدوين يوسف الشاهدوين ياسين ابراهيم وين اش مدخل ياسين اش مدخل وين هما هذوكم مش هذوكم اللي نحكيوا عليهم هو يقول لك هذو ما كانوا موجودين في الحكم في لحظة من تاريخ تونس بتزكية ايضا من الاتحاد سواء وزراء ومسا حكومة كنتي شنو هالتكنوليكات ما قولش تكنوليكرا هذو مهمة اكثر زاد هالشخصيات وطنية كيفش عايشين هذوكم ومسا القش تونس كيفش عايشين في فرصة مش مدخل الفرصة يوسف الشاهد عليهم يوسف الشاهدوين يا ودي مهوش هذوكم اللي نحكيوا عليهم منين يصرف تروى ميلورو منين تروى ميلورو نهار في فريزة منين يصرف شكورهم يا ودي نحكيوا على ناس موجودة في تونس انتي ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش شخصيات وطنية مقيمة في تونس تجنة على السيدة نجلة بودن مراد قل لي المتحاد من حقه انو يبحث عن بديل السيدة نجلة بودن بالطبع اي انا شبش يقول لك هو من حقه هذا بالتأكيد بالطبع لكن على مستوى التقييم السياسي شنية الاضافة اللي بش نجم جديدة يضيفها الكفاءة سمحني مراد هاي المخاتلة في الكلام هذية وطبعني نجيب وقل لي صاحبك حلوب في التدخل رشيد كيعاتي هذية خدمك انتي تيجيني من الاختي طول الاتحاد بش يعمل حوار ما يعرفش اللي الدستور هو دستور 25 جوليا 2023 ما يعرفش اللي اللي صاحب اللعبة السياسية والامر الفاتق فيها قانونا وواقعا وسياسة هو الرئيس قيس سعيد اي انتي كتعرف هكا اللي بش يجي بش يخكم تحت سقف الرئيس سعيد جانب المناورة اللي عنده بش تكون اكثر من السيدة نجلة بودن بش تكون هي نفسها يعني هليش احب اقول لك الاتحاد ما يحبش يمشي لي صميم المشكلة يقول اينا عندي عركة مع قيس سعيد هذك اسم احترام المؤسسين ويخاتل ايه بره نشدوا نجلة بودن الحلقة ضعيفة ايه نبدلوا نجلة بودن ونجيبوا حدا واحد والاتحاد يدرك ويعرف ان اللحظة ذي لهي لحظة رئيس حكومة لرئيس وزراء لوزير هي لحظة رئيس الجمهورية في نظام رئاسي مركز سي بورهين فما ناس تحترم المؤسسات يا نجيب الاتحاد مبادرة هذي تحترم المؤسسات يا نجيب اخذر لي لهناش قولك في اللقطة الاتحاد يحترم المؤسسات فما تايرات سياسية فوضوية طوبة وية اخي تقرر الاتحاد بجبهة الخلاص تنقرر الاتحاد برشت الغنوشي ولا بمدام موسي الاتحاد قالك احنا نحترموا رئيس الجمهورية وعندوا المشروعية ويلزموا يقعد رئيس بربي عليش هال المصادرات هذي اللي تعتبرها وطيشها في الطريق وتتعدى قارنوا الاتحاد بعبير موسي قارنوا الاتحاد عبير موسي تعرضت على الانتخابات فما ناس انتخبوها اجبت الخلاص فيها مكونات تعرضوا على الانتخابات وناس انتخبوها راهوا الاتحاد لنهار تعرضوا على الانتخابات الشعبية والاتحاد يعمل في السياسة دون ان يتعدى حتى مرة على صندوق الاقتراع وكم من مرة نقابيين حاولوا في تاريخ الاتحاد وبعد يقول ما ينجمش ما ينجمش عليش تعمل هاته فاضولية عليش تعمل هاته فاضولية هدية أنا نحكي عالموقف توا حاليا وقت تجي مؤسس منظمة كيفما الاتحاد تقول تحت خيمتي سنبدأ التفكير بجدية حول مستقبل البلاد مش كما الأخرين قلت تحت خيمتنا اللي أحنا دجاء الشعب مع تشيحبنا سنفكر جديا كيفش أحنا نرجع للحكم هذا هو الفرق لكي عليش نعملو في انتخابات انا المشكلة عليش نعملو في انتخابات بكي شبت الرئيس حت حد ما نصدر عين ما لاش دخل هو يمشي شد شوينا قبر بتاعه سمحني نجيب أنا ننتهي من حيث انتهي مراد راهوا باقي هذوك الشعب يحبهم وذوك الشعب ما يحبهمش هذية تصورات في ذهن كل واحد علي جابة الخلاص اليوم قد تجيب انتي تمشي الجابة الخلاص في عقل أي خلاصي من نجيب الشيبي يرسيري ذا بالحاج الراجل الغنوش يقول لك الشعب معنا وهي تعطينا انتخابات وانت تأكدوا شكوه قال لك الشعب يحب الاتحاد علاقة الحب هذية الاتحاد وما يحب الجابة الخلاص تعرف السياسة ما فهميش حم انتخابات ثمانية مليون تونسي ممشيوش ينتخبوا هذي في مشروع الرئيس قيل سعيد ثمانية مليون تونسي ما هومش مع جابة الخلاص ما هومش مع المسيد ما هومش مع قيل سعيد يعمل اتخابات كيتقدموا فيها الناس دون مقيسه ممشي عرفتهم الثمانية مليون مش مع قيل سعيد مش مع هجابة الخلاص مش مع المسيد سينورا مشيوص يلا يلا كلمتين اغلب بياسام لا كلمتين لا كلمتين بط الرئيس في المحاسبة اللي غضوص ورد بريطانيا واللي نكلوا بالشعب واللي روحو لنا بصغيرنا في اياه كمي جيوش واللي قتلو لنا عمر واللي شحلوا لسيد حسين هذيك قيلة المحاسبة غضبوا على الرئيس والاتحاد في تقديري اربح اعرف كيفية ناور يهدد بالاضراب ينسحب في اخر لحظة خطر الاضراب كان عمله بش يعرف الاتحاد على المستوى الرؤية بتاع الشعب الكريم بش يتسحل سحلا نهارين كاملين والبلاد معطلة في النقل راهوا الشعب الكريم لا يبش يفهم لا الاتحاد يحب لش بش يتحب اعرف كيفية ينسحب في اخر لحظة اربحوا حقق مكسب سياسي بش يصلحلوا في مشروع المبادرة السياسية والسياسة تكتيك وخدمة يلا الأخبار ونرجع بعد شوية نكملين في اميسيون امبوسيبل مع بورينة بسيس على ايافام احلى غاديو